خلينا نبدأ أخبارنا لليوم ونحكي عن أول خبر معنا لليوم أكيدنا نحكي عن شركة أرامكو ارتفعت القيم السوقية لشركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم خلال تدولات يوم الأحد تحديدا إلى 9.24 تريليون ريال أي ما يقارب 2.4 تريليون دولار تقريبا بعد ما ارتفع سهمها إلى 42 ريال عقب قفزة الأرباح بنسبة 81.8% عندها 148 مليار ريال سعودي تقريبا في الربع الأول من عام 2022 وبذلك بتكون ابتعدت أرامكو بصدارة أكبر شركات العالم قيمة سوقية ليصبح الفارق مع شركة أبل الأمريكية نحو ما يقارب 83 مليار دولار حيث بلغت القيم السوقية للشركة الأمريكية بإغلاق الأسبوع الماضي تقريبا 2.3 تريليون دولار وفي وقت سابق أعلنت أيضا أرامكو السعودية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 مسجلة زيادة نسبتها 82% على أساس سنوي في صافي الدخل اللي ارتفع إلى 148 مليار ريال سعودي أي ما يقارب تقريبا 39.5 مليار دولار أمريكي وبذلك تجلت الشركة أرباح ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأول في عام 2013 طبعا استفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط بشكل كبير جدا هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل الأخير فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية وخاصة شركات التكنولوجيا اللي كانت قد حققت طفرة كبيرة تحديدا في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت طبعا بقيمة سوقية تبلغ 1.9 تريليون دولار